اشتركوا في القناة والاقتصادي الإيجابي وبما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للوطن ويدعم جهود استدامة الخدمات للمواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها الرئيسية ونوهم عليه بما تحقق خلال العقد الأخير من مبادرات على صعيد رفع المستوى الخدماتي وتطوير البنية التحتية في مملكة البحرين ويأتي على رأس تلك المبادرات برنامج التنمية الخليجي الذي تحظى مشاريعه باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما أسهم به هذا البرنامج السخي المول من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في إحداث نقلة نوعية ملموسة وبوتيرة أسرع عززت الخطط الحكومية الرامية إلى استدامة البنية التحتية على نحو محفز للنمو جاء ذلك لدى استقبال معاليه بحضور سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس محمد الحسين مدير مشاريع مملكة البحرين بالصندوق السعودي للتنمية وسعادة المهندس محمد الراشد المهندس المساعد لمشاريع مملكة البحرين بالصندوق وفي مستهل اللقاء نوه معاليه بالمواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ومساندتها الدائمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف الأمر الذي انعكس على عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين منذ عصور تعود إلى عهد الآباء والأجداد من قبلهم كونها علاقات تأسست على قواعد متينة من الإخاء والمحبة وتعززت بالروابط والقواسم المشتركة التي تجمع كلا البلدين كما أشاد معاليه بدعم الصندوق السعودي للتنمية لجملة من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي ومن بينها تمويل مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان تقاطع سار بقيمة تفوق مبلغ عشرين مليون دينار والذي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاحه صباح هذا اليوم مثنيا معاليه في الوقت نفسه على جهود وإسهامات الصندوق السعودي للتنمية لدعم الجهود الإنمائية في الدول المستفيدة من الخدمات التمويلية التي يقدمها من جانبه عرب سعادة المهندس محمد الحسين مدير مشاريع مملكة البحرين بصندوق السعودي للتنمية عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على ما يليه الجميع من حرص واهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين مشيدا بتعاون الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين لتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي وفق الآليات المتفق عليها بكل حرفية وكفاءة شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة